أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابنائي وبنات الطلبة والطالبات أهلاً وبرحظاً بكم في الفصل الأخير وهو الأسواق المختلفة سنتحدث هنا عن الأسواق المختلفة اللي لإنديفيرانت ماركت وهياكلها حيث يوجد عدة أنواع من الأسواق تتراوح بين المنافسة الكاملة الـ Perfect Competition والاحتكار المطلق أو الـ Pure Monopoly وما بين هذين النوعين هناك عدة درجات من الأسواق منها احتكار القلة والاحتكار الثنائي والمنافسة الاحتكارية نحن نركز طبعاً على معظم هذه الأنواع ولو أنه المنافسة الكاملة طبعاً مش موجودة كتير في فلسطين لأنه شروطها صعبة جداً زي ما حنشوف المنافسة الكاملة والاحتكار التام بالسوق في المدى الطوي خصائص السوق المنافسة الكاملة ودود عدد كبير من البائعين والمشترين ماذا يعني ذلك؟ أنه البائع أو المشتري كونه في عدد كبير من البائع والمشتري ما حدش بيقدر يحدد سعر السلع لأنه ما بأثرش للمستهلك الواحد على هذا السوق اللي في كم كبير من المستهلكين أو من المنتجين هذا أهم حاجة ليش؟ عشان يبقى السعر ثابت أهم شرط من أسواق المنافسة الكاملة هو ثبات السعر ثبات السعر ينشأ من أنه هناك عدد كبير من المنتجين والبائعين وبالتالي السوق هو اللي بحدد السعر عشان هيك منحنة الطلب السوق في سوق المنافسة الكاملة هو منحنة الطلب العادي سالب الميل ولكن منحنة الطلب على سلعة منتج واحد في سوق المنافسة الكاملة يكون أفقيا عند سعر السوق السائد يعني لا نهاء المعونة ليش؟ هنا منحنة الطلب عادي بعرض الطلب السوق اللي بحدد سعر التوازن وليكن ثلاثة دولار بينما لسلعة منتج واحد هو الطلب هيئة الدين لا نهاء المعونة ليش؟ لأنه لو رفع السعر التاجر السعر السلعة في شكل واحد لا يستطيع أن يبيع أي حاجة ليش؟ طالما زي ما حنشوف في الفرضية الثانية أن السلعة متشابهة بروح يشتري من غيره ما بيشتريش هذه السلعة إذا كان سلوكه راشونال منطق وعقلاني واضح؟ الشرط الثاني جميع المنتجين بينتجوا سلعة متجانسة لا تستطيع التفرق بينها لو كان فيه سلعة من القمح ما بتقدرش تميز قمح منتج اكس على منتج واي لو كان فيه تفاح في السوق نفس التفاح الحجم والجودة لو كان فيه منتجات صناعية أيضا نفس الاشي جوال نفس المواصفات وهكذا لا يمكن التمييز بين سلعة وأخرى ثلاثة حرية الدخول إلى السوق والخروج منه لا يوجد أي عوائق تمنعك تدخل السوق أو تخرج منه عوائق جغرافية عوائق سياسية قوانين بتقدر تخش وتطلع من السوق زي ما بدك معنى الكلام هذا أنه مفيش عوائق زي ما حنشوش في المرة الجاية طبعا المعرفة التامة بأحوال السوق عندك المعلومات تستطيع أن تحصل عليها الأسعار كاملة أسعار الانتاج تستطيع أن تحصل عليها عشان هيك هذا احنا بنسمي هذا الشرط تمام طيب ما هو طريقة أو حساب طريقة التوازن في سوق المنافسة الكاملة في المدى القصير يتحقق التوازن في سوق المنافسة الكاملة بأحدى الطريقتين الطريقة الأولى هي طريقة المجميع وعندما تكون الفرق بين و أعلى ما يمكن وهو في هذه الحالة ما يكون المنتج بحقق أقصى ربح ممكن وهو شرط التوازن يعني شرط التوازن في سوق المنافسة الكاملة هو تحقيق أقصى ربح ممكن متى يتحقق هذا الربح أو أقصى ربح ممكن بطريقة المجميع عندما تكون التوتل عندما يكون الفرق بين التوتل ريفينيو والتوتل كوست أقصى ما يمكن يعني البروفيت بتكون أكبر ما يمكن في الشكل هذا التوتل ريفينيو في حياته مرسوم خط مستقييم يتصاعد باستمرار بينما التوتل كوست يعني على شكل منحنى ليش؟ لأن التوتل ريفينيو ميله ثابت لأنه الميل هو دلتا واي على دلتا كيو ودلتا واي على دلتا كيو ثابت ليش؟ لأن السعر ثابت السعر لا يتغير الإرادة الحدي يساوي السعر زي ما هنشوف حسب شرط التوازن متى يحدث التوازن هان؟ عندما يكون ميل التوتل كوست بساوي ميل التوتل ريفينيو وهذا يحدث في عند النقطة اي وعنده النقطة بي طبعا نقطة اي مرفوضة لأنه التوتل كوست اعلى متى جدينيو وبالتالي النقطة با هي المقبولة لأنه الإرادة الكلي اعلى من التكلفة الكلية والفرق بينهما اعلى ما يمكن او اكثر ما يمكن